اختتمت فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة في نسخته الثالثة والعشرين واستمرت فعاليات مهرجان من السابع عشر وحتى الثالث والعشرين من مارس برعاية وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم وترقص الفعاليات المخرج سعد هنداوي بحضور عدد من القيادات والسينمائيين والفنانين ويعد المهرجان هذا العام بمثابة شهادة ميلاد لعدد من المبدعين الجدد الذين شارقوا بأفلامهم المتميزة والتي حازت على العديد من الجوائز على ما بذلوه من جهد في أفلامهم فحصل فيلم كيف تدعى الاثنين يقعان في الحب على جائزة لجنة التحكيم لمسابقة أفلام الطلبة أهم مفاجأة ليهم الحقيقة واللي احنا عملنا نوع من التحدي عشان نوصل بيها لهنا كانت ترميم الأفلام الحقيقة احنا رممنا مجموعة من الأفلام الناس كتير ما كانوش شافوها وناس كتير كانوا عارفين أن النسخ مش موجودة أو النسخ مش صالحة للاستخدام فكانت مفاجأة حلوة للناس ودي يمكن أهم حاجة عملها المهرجان السنة دي وأنا سعيدة بها وان شاء الله هيبقى تقليد للي هيجوا بعدنا يكملوا على نفس اللي احنا عملناه الدورة الثلاثة وعشرين من المهرجان كانت بالنسبة لي تجربة صحيح ممكن كان فيها شغل كتير جدا ونوم قليل جدا وصفر كتير وعشان نعمل حاجات كتيرة أحسن أفلام وترميم أفلام يعني تفاصيل كتيرة جدا جدا بس مع كل ده كل ده بيهون لما بتلاقي الناس مبسوطة بالأفلام وبمستواها لما بتلاقي أطفال بتتحك وبتجري وبتتنطط من السعادة وهي بتتفرج على أفلام بتحس أنها جايلها مخصوص